ونحن نودع هذا العام الحياة إما حياة تحياها بطاعة الله أو الحياة الأخرى التي مرتضاها الله لنا ألا وهي معيشة أكرمكم الله البغائم فذرهم ها فذرهم أحباب أخوزان يا الله فذرهم يلعبوا هذا في أي قرآن وفي مرة تانية أحباب أخوان في الله فذرهم يأكلون فذرهم يتمتعون ويأكلون ها كما تأكل الأنعام العاصد عامل زيئ يا رب تب علينا يا رب الليل يا رب حق الله يا رب سجل أسماءنا في الذين تابوا إليك توبة نصوحة يا رب العاصي والبعيد عن الله أكرمكم الله كمثل البهيمة رب الذي قال فذرهم سيبهم تركهم يتمتعون هم أطع السمكة وديل طعامه وشربه ولياله ومصارحه مش عارفه وليلة حمره وليلة صفره وليلة خضره كل الليالي غيروها مع هذا الابيض الابيض فقط يا بو الشاكر ركز الابيض فقط لن تجده إلا في طاعة الله صح ولا غلال حتى بتوع المعاصي يقولك احنا عملنا ليلة ايه حمرة صفره سودة دخان أخضر دخان أحمر امعاي ابو الشاكر امركز ولا اركز ابو الشاكر مش عارفين العمر ده اخباره ايه ابو الشاكر امعاي صلينا على سيدنا رسول الله اما الابيض لن تجده إلا في طاعة الله صلينا على رسول الله لك ذلك لابد من وقفه فابن ابن مسعود بيد أمة النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة بيقوله ما أنا بندم زيكم بس بتندم على ايه قال بندم على يوم غربت فيه الشمس انتقص فيه عمري ولم اقترب فيه من ربي وابن عباس يا أخوي دواخد سك من رسول الله سيدنا النبي أخبر عن ابن عباس ابن مسعود بأن الساق ابن مسعود تعد الكام يا راجل المكان بتاع الحزاء ابن مسعود يا أحبابي ساق ابن مسعود يعدل عند الله جبل أحد صلينا على رسول الله واخد شهادة خز القرآن من أربع رقم واحد فاربعة ابن مسعود ومع ذلك يخشى من وخايف من الماضي بتاعه اوعى تخاف من مضيك مدوم تتبت إنما تخاف من مضيك لما أنت تكون مصر على المعصية مضيك ده إن لم تتب إن لم تتب بكرر عامل زي بالضبط الحية تولى الصغيرة كمثل الدودة ثم إذا بها تمتد 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 حتى تصل إلى أمر مروع هكذا الماضي لما يكون ملوس اللهم تب علينا رب العالمين يا رب فلابد من وقف يا أحباب إخواني في النام مع هذه الأيام التي قد انصرمت وانصرفت يا رجل كل ساعة في كل دقيقة في السنة اللي عدت أنت كنت تحت نظر الله والله ما واخد بالك من الحتة دي ما من دقيقة تمر علينا أو ثانية أو أقل من الثانية إلا والله ناظر إلينا الله يا أحباب لا تأخذه سنة ولا نوم فلابد من وقف في الماضي مش نفرح ونحتفل بل نبكي على تلك الأيام الخالية لأنها رفعت إلى الله ولا ندر ما الله قادم فيها ما دايماً المؤمن بين مخافتين بين عمر قد مضى لا يدر ما الله قضى فيه وبين عمر مقبل لا يدر ما الله صانع وفاعل فيه لكن الزكي الكيس من دان نفسه وعمله لما بعد الموت لابد من وقف اشتركوا في القناة